أستاذ محمد سيد بيقول صباح الفل على حضراتكم أنا بيجي لي شد عضلي من وقت للتاني فهل ممكن يكون نعص الفيتامينات لي علاقة ولا لا أو هل الفيتامينات يعني وإيه الفيتامينات اللي أنا محتاجة الشد العضلي الشد العضلي أحيانا كتير بيجي شد عضلي وأحيانا واحنا نايمين بيبقى نتيجة عدم دخول الأكسجين أو وصول الأكسجين بالجدر الجافي للعضلة وده بيسبب تشنك في العضل لو أنا نايمة وده حصل بنحط شوية مية أو كمدات مية دافية علشان أعزز تضفق الدم فمن أحد الأسباب أكيد ممكن يكون أنيميا فمحتاجين حديد ونقص الفيتامينات والمعادن ومن أهم الفيتامينات المهمة جدا الدعيمة للعضلات فيتامين بي 12 لأنه بيكون لكورات الدم الحمرة ده مهم جدا الفوليك أسد مهم الزينك مهم عشان بيريح لي العضلة الماغنيسيوم مهم جدا للعضلات نقدر ناخد قلب مالتي فيت قرس واحد أو كابسولة واحدة هيحس بالمسل ريلاكسد مدام ما عنديش فقر دم برضو حضرتك مهمة أبي دكتور بتأكدي على نقطة لازم برضو تتأكد تعمل التحليلات اللازمة لأن ما تجيش مثلا يكون أنت عندك حاجة مزمنة وبعد أن تاخد قلب مالتي فيت ما يجيبش نتيجة فتقول الدواء مش فعالة لا يبقى حضرتك تأكد أن ما عندكش حاجة أصلا مزمنة فاعمل التحليلات أو التحليل عفوا وبعد كده لو تسليمة بناخد مكمل غذائي ما فيش أي مشكلة بالضبط ولو لقينا نقص في حاجة أو ماشينا على أدوية الدكتور برضو أنا ما عنديش مشكلة أن أنا أستخدم قلب مالتي فيت كداعب بس بقى يتعالج مع الداعم لكن ما يقولش آه يعني في ناس يقولك تمنع أجرب ده وخلاص لا الأدية دي مشكلة لا 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 ما ينفعش خالص يعني عواند الكلام ده ولازم بالضبط لا لا محال من الأدوية لعلاج أي مرض أيا كان المكملات الغذائية فهي دعامة للصحة والمناعة